منذ الإعلان عن موعد الانتخابات الفلسطينية بدأ الحديث عن دراسة حركتي فتح وحماس تشكيل قائمة انتخابية معحدة تجمعهما لخوضها الحركتان أكدتا أن هذه الخطوة تهدف إلى تقريب وجهات النظر بينهما بما يضمن سير الانتخابات وطي صفحة الانقسام نؤكد أن أي قائمة كانت مشتركة أو منفردة تؤدي إلى إنهاء الانقسام نحن مستعدون وجاهزون للتعاون مع كل الفصائل الفلسطينية بما فيها حركة حماس ليتسنى لشعبنا أن يتوحد أن ينهي هذا الانقسام النقطة السوداء في تاريخ شعبنا الفلسطيني حماس لديها جملة واسعة من الخيارات من أجل الدخول في الانتخابات التشريعية القادمة وكل الخيارات مطروحة الأهم أن نجعل من الانتخابات بوابة لعمل وحدة ووطن حقيقي ينهي الانقسام الحالي هذا الطرح تباينت وجهات النظر اتجاهه من الفصائل والمتابعين فبعضهم رأى أن هذه الخطوة تعد ضرورة خاصة في هذا التوقيت باعتبارها تضع حجر الأساس للعمل المشترك بين الحركتين التي تصنفان على أنهما الأكبر في فلسطين مدخل القائمة الواحدة هو يقلل من حالة الاستقطاب الحاد ويؤسس لمرحلة جديدة قائمة على الشراكة السياسية وليس المغالبة وبذلك هي مسألة أعتقد أنها مقبولة فلسطينيا وحتى دوليا وأقليميا آخرون رأوا في تشكيل قائمة موحدة بين حماس وفتح نزعا للأسس الديمقراطية التي تركز على مبدأ المنافسة بين القوائم خاصة في ظل تباعد رؤية كل منهما لكيفية إدارة الملفات الداخلية وما يتعلق بالصراع مع الاحتلال الإسرائيلي من مفاهيم إشاعة الديمقراطية وترجمة هذه المفاهيم هو خلق مساحة من المنافسة نحن نعتقد أن الساحة الفلسطينية أحوج ما يكون لفتح المجال لتعددية ومشاركة كل القوى والمكونات الفلسطينية وتتوجه أنظار الفلسطينيين للعاصمة المصرية القاهرة التي ستحتضن حوارات الفصائل خلال الأيام المقبلة وما ينتج عن هذه الحوارات من تفاهمات ستحدد سير الانتخابات المقبلة قانونيا وإجرائيا يؤكد متابعون أن الانتخابات بحد ذاتها لا تمثل مطلبا لدى الفلسطينيين بقدر ما يرونها بوابة لإنهاء الانقسام السياسي وتجديد الشرعيات ما يتطلب تهيئة أجواء ديمقراطية لإجرائها بعيدا عن أي صفقات سياسية باس العطار المملكة قطاع غزة